أكد سيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن ميثاق العمل الوطني يمثل تجربة عربية رائدة انطلقت من رؤية ملكية مستنيرة لعاهل البلاد المفدة أيده الله ورعاه من أجل بناء دولة وطنية حديثة وأضاف العسومي أن هذا الميثاق مثل تدشينا لحزمة متكاملة من الإصلاحات الدستورية والتشريعية والتي صاحبها الكثير من الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة جاء ذلك بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني في مملكة البحرين وأكد العسومي أن ميثاق العمل الوطني مثل صورة من صور التلاحم الوطني الراسخة بين القيادة وشعبها الكريم وانتقل بها إلى عهد جديد من التنمية على كافة المستويات حتى أصبحت مملكة البحرين نموذجا يحتذا به في بناء دولة القانون والمؤسسات واحترام حقوق الإنسان وذلك في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد بقيادة جلالة الملك المفدى والجهود الحفيثة ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء